أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللوم معرضون والذين هم للزكاة فاعينون والذين هم لفروجهم حافزون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأحدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافزون أولئك هم الوارثون الذين يريثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عزاما فكاسونا العزام الحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض فإنا على الذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغا للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نفقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربسوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اسنع علف كبئي عيونا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفردت النور فاسلق فيها من كل زوجين اثنين من كل زوجين اثنين وأحلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استعيت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير منزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا من لقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أعيدكم أنكم إذا ميتم وكونتم ترابا وعزاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إنه إلا رجول افترى على الله كذبا وما نحن لهم بمؤمنين قال رب انسرني بما كذبون قال عما قليل لا يسبحن نادمين فأخذتهم الصيحة والحق فاجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسولنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديثا فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا بأن مريم وأمه آية وآويناهما إلى أربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل قلوم من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فريحون فاذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين يسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتا وقلوبهم جلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الحيرات وهم لها سامقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتنى عليكم فكونتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تحجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لهم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم الحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أحواءهم فسدت السماوات والأرض من فيهن بل آتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم عريضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك يتدعوهم إلى صراط مستقيم فإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما به من بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم من العذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبنيسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تهشرون وهو الذي يحي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون لقد يعيدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السموات السبيع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل آتيناهم الحق وإنهم لكاذبون فاتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إلى إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة وتفتعال عما يشركون قل ربي ما تريني ما يعدون ربي فلا تجعلهم في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل ربي عذبك من همزات الشياطين ويعذبك ربي أن يحطرون حتى إذا جاء أحدهم الموت فقال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تطلع عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شيقئوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال احسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فارفلنا وارحمنا وأنت خير رحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم الذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض أعدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالي الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب يغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم صورة أنزلناها فراضعناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر واليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحر معذانك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهاداء فاجعلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهاداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأوا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب رحيم إن الذين جاءوا بالإفك عسبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل مرء منهم ما مكتسب من الإثم والذين تولى كبرهم منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم مخيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهاداء فإذ لم يأتوا بالشهاداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما فضتم في عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعيزكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشات في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رأون فرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتمعوا خطوات الشيطان من يتمع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع معليم ولا يأتل أولي الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب نظيم يوم تشهدوا عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الحبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك برؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا وغير بيوتكم حتى تستئنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا وغير مسكونة فيها متاع لكم الله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظون فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خمير بما يصنعون وقل للمؤنات يغضدون من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليعضور بن مغمورهن على جنوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لمعولتهن أو آبائهن أو آبائ بعولتهن أو أبنائهن أو آبائ بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التامعين غير أولي الإربة من الرجال أو الدفل الذين لم يظهروا على أوراة النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم إن يكونوا ثقارا أيونهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على المغاء إن أرادنا تحسنة لتبتغوا عرضا لحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ومنوعزة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مسباح المسباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري قد من شجرة مباركة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية أكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور اهد الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغضو والآصال رجال لا تنهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون من تتقلب فيه القلوب واللبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بي غير حساب والذين كفروا أعمالهم كسرات بقيعة يحسبه الزمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه الله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكاد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله علم بما يفعلون ولله منك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فتر الودق يخرج من حل خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفوه عن من يشاء أكاد سنا برقه يذهب باللبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي البصار والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على باطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات بينات والله اهدي من يشاء لا صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول ويطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك من مؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم نعريضون وإن يكون لهم الحق يأتوا إليهم مذعينين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا ويطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطيع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهت أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل يطيع الله ويطيع الرسول فإن تولى فإنما عليه ما هم من وعليكم ما هم منتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعبد الله الذين آمنوا منكم وعمن الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد حوفهم أما يعبدونني ولا يشركون به بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولاك هم الفاسقون واقيموا الصلاة واتزكى تواطيع الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأثن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء التي لا يرجون أنكاحا فليس عليهم جناح أن يضعن ثيابهن غير متابرجات مزينة وأن يستعففنا خيرا لهون والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريد حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت عمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت حالاتكم أو ما ملكت مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم دحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستعوف لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إله فينبيهم بما عملوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا الذي له منك السماوات والأرض ولم يتأخذ ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدرهم تقديرا والذين اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضر ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفق افتراه وأعانه وعليه قوما قوم آخرون فقد جاءوا ظنما وزورا وقالوا أساطير الأولين تتبها فهي أتم لا عليه بكرة واصيلا قل أنزله الذي علم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لو لا أمزلع إليه ملكون فيكون معه نذيرا أم يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال للظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسهورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك حيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة واعتادنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأيتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعمدون من دون الله فيقولوا أنتم وضلنتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتأخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبواكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذيقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا سَلَا اللّٰهُ عَزِيمُ cüz 18 okumdu الله قبول أعلاسن